حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن سلمة يعني ابن كهيل عن معاوية ابن سويد قال لطمت مولا لنا فقال له أبي اقتصا ثم قال كنا معشر بني مقرئ سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلا طمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوها فقيل له ليس لهم خادم غيرها قال لتقد منهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن سويدي بن مقرئ إن قال كنا نبي علبانا في دار سويدي بن مقرئ قال فخرجت جارية لسويد فكلمت رجلا منا فسبته فلا طم وجهها فقال سويد لطمتها لقد رأيتني وإني لسابع سبعة من إخوتي ما لنا إلا خادم فعمد أحدنا فلا طمها فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدقها حثنا هشيم أنبأنا حسين عن هلال بن يساف أن رجلا كان نازلا في دار سويدي بن مقرئ قال فلا طم خادما قال فغضب سويد فقال أما وجدت إلا حر وجهه ولقد رأيتني ونحن سابع سبعة من ولدي مقرئ وما لنا خادم إلا واحد عمد إليه واحد فلا طمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا أن نعتقه فأعتقناه حثنا روح حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلال رجلا من بني مازئ يحدث عن سويدي بن مقرئ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي ذن في جرة فسألته فناهاني عنها فكسرتها قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة